لكن بالطبع محتاج أبدأ حلقة النهاردة بالحديث عن النادي الأهلي النادي الأهلي بالتأكيد ريني فايلر عقب المباراة الأخيرة في الدوري أمام المؤولين إدى اللاعبيننا راحة 48 ساعة عشان يستعدوا للمعمع الإفريقية صحيح معمع إفريقية لأن الأهلي مقبل على مبارتين غايتهم في الأهمية مش هقول غايتهم في الصعوب ولا غايتهم في الأهمية لأن لو وضعت كل مباراة على قد قيمتها وحجمها تقدر تكسبح وتحقق السلاس نقاط لأن النادي الأهلي السنة دي قدر يعمل إمكانيات جيدة جدا في اللاعبين عندهم كواليتي وعندهم إمكانيات ممتازة في المباراة ممكن في المباراة المحلية ظهر قوي بشكل كبير في المباراة الإفريقية ممكن بيقابلك ظروف معينة خارج الأرض ممكن تكون عائق لتنفيذ بعض المهام الفنية أو أداء عدد من اللاعبين ما بيظهرش بشكل كافي لكن لسه المشوار الإفريقي طويل ولسه فيه كلام كتير قوي ممكن يتقالع على البطولة الإفريقية لكن عايز أربط الأحداث ببعضها أداء لفربول الإنجليزي السنة دي هذا العام بيقصر كل الأرقام القياسية لغاية الجولة الثلاثة وعشرين لم يخصر أي مباراة في الدور الإنجليزي تعاد المباراة وحيدة فقط لكن قدر يكسب كل المنافسين فارق النقاط بينه بين أقرب المنافسين لستر سيتي ومانشستر سيتي بيتسع وبيزيد لأكثر من 16-17 نقطة وده فارق شاسح كبير جدا في الدور الإنجليزي كمان النادي الأهلي بقى في المقابل في بطولة الدور المحلي عمل انتصارات متتالية 12 انتصار متتالي 12 انتصار متتالي وده أنت بتقصر أرقامك القياسية مش مثلا بتسعى أنك تقصر أرقام منافسين ليك لا ده أنت تساويت مع رقم أنت حققته في موسم 2002-2003 وقتها لما كان ابن فرير هو المدير الفني السابق للنادي الأهلي فانت قدر الإمكان كده تساويت في الرقم الثاني في أقصر الانتصارات المتتالية لفريق النادي الأهلي قدامك بالضبط خمس مباريات عشان تساوي الرقم 17 اللي حققه الأهلي أيضا عام 2000 أو موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزي إذن الأرقام القياسية يبدو أنها طغية على الفريق الأحمر أو اللون الأحمر اللي بيرتزيه النادي الأهلي وفريق ليفربول الإنجليزي ليفربول بعد الفوز على منشستر يونيتد تخطى أو قصر حاجز الألف يوم بعد الفوز في هذه المباراة لم يخسر على مدار ألف وواحد يوم على ملعبه رقم كبير جدا ورقم قياسي كبير جدا في الدور الإنجليزي إذن الفرق الكبيرة زي مليفربول طبعا الصحف العالمية وكل الصحف العالمية تصدرت اهتماماتها بالتأكيد هدف محمد صلاح في مارما منشستر يونيتد عندنا في مصر بالتأكيد والقرى الإفريقية دائما بيكون فيه عنوين ومنشتات بتهتم جدا بالأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الأهلي والنادي الأهلي في هذه الجزئية أو في هذه المرحلة بيقصر أرقام القياسية مش بيقصر أرقام منافسين آخرين ده مهم جدا الجمهوري بوقت بالو برضو من التفاصيل الصغيرة دي أن انت وصل لمرحلة بقى عندك كواليتي لعيبة وإمكانيات لعيبة عتقدر قدر الإمكان توصلك للتموح أو الإمكانيات اللي انت قد تتمناها في فترات سابقة عشان في النهاية تحقق بطولة الدوري وانت ماشي في شكل كواس جدا وتفوز بالبطولة الإفريقية أنا بتكلم في الجزئيات دي لأن وصلنا لمرحلة ممكن نكون بنقيم لعب على مباراة أو بنشوف إمكانيات لعب في مباراة أخرى لا انت لو مسكت كل خط في فريق النادي الأهلي هتلاقي عندك الكواليتي والإمكانيات اللي موجودة مش موجودة في الدوري المصري عشان كده انت بتشتغل بشكل أكبر أن يكون عندك أفضل لعيبة في القرى الإفريقية مش في الدوري المصري فقط فبالتالي لو بنبص على الإمكانيات الدفاعية عندك عليه معلول نجم خط دفاع المنتخب التونسي وأبرز لعيب محترف في الدوري المصري خلال آخر سنتين ثلاثة خط الدفاع أيمن أشرف اللعيب الجوكر اللي أي مدير فني فاهم كرة كويس جدا بيعتمد على هذا اللاعب في بعض الإمكانيات اللي بيتطلبها خط الدفاع في لعيب إزاي يقدر يسلم ويستلم ويبدأ الهجمة من تحت نفس الأمر رامي ربيع إمكانياته خلال الفتر الأخيرة ماشي في شكل كويس جدا ياسر إبراهيم بيكتسب الثقة وفايلر اختار التوقيت المناسب اللي يدخل فيه ياسر إبراهيم في التشكيل السيء عشان يكون موجود إن شاء الله أنا أستعيد سعد سمير بإذن الله الفترة الجاية لما يعود من إصابته فبالتالي أنت عندك أقوى خط دفاع موجود في الدور المصري لم يحرص في مرماك سوى هدفين بالمقارنة بفرقة أخرى أنت بتتكلم في فارق شاسح حوالي 8-9 أهداف عن فرقة تانية بتخسر أو دخل مرماها مش أقل من 19 أهداف فأنت عندك خط دفاع قوي جدا وإمكانيات الحمد لك وليس جدا محمد الشناوي كمان في حراسة المرما وصل لمرحلة بيعمل أكثر تصديات وأحسن تصديات في الدور المصري بل بالعكس في بعض الفترات كان بيتسبب في هجمات مرتدة زي نفس طريقة أليسون بيكر الحارس البرازيلي مع ليفربول في الدور الإنجليزي فعشان كده أنا بربط الأحداث ببعضها لأننا وصلنا لمرحلة بعندنا كوالية لعبة كويس جدا إن شاء الله بقى في البطول الإفريقية ينعكس ده ويترجم ده على أرض الواقع في المباراة اللي جاية وسط الملعب عمر السلية عمر السلية لعب خط وسط مش موجود في الدور المصري أفضل لعب خط وسط حتى هذه اللحظة لعب ينفس فكرة البوكس تي بوكس في فكرة القرات الأمامية في القرات البينية في قطع القرات لعب محور في وسط الملعب غير طبيعي بتفتقط حمد فتحي لكن عندك أليو ديانج عندك حسامة عشور زخيرة حية موجودة على دكة ودلاف في أي لحظة لما يكون جاهز هيكون تحت أمر ورؤية ريني فايلر خط الوسط المهاجم حسين الشحات تكلم في خمس أهداف وليد سليمان ست أهداف وعندنا إحصائية نتكلم فيها وعندنا أرقام نتكلم فيها مهمة جدا في هذه الجزئية بتتكلم فيه كمان رمضان صبح إن شاء الله ما يرجع من الإصابة كان عامل شكل جميل جدا كهرباء لسه في بداية المباريات وأحرى زدفين وداخل مع الفريق بشكل جيد جدا فبتتكلم في إمكانيات متميزة جونيور أجاييه نفس الأمر جرالدو لما بينزل إذن أنت وصلت المرحلة بقى عندك تكوينة فرقة جماعية بتلعب بإمكانيات بشرية مش موجودة في الدورة المصري وأنا أعي جيدا هذا الكلام لأنه يعيكون معنا أرقام وإحصايات أنا أقول لحضرات قدرواتي إزاي قدر النادي الأهلي من خلال هذا الكواليتي اللي موجود في اللاعبة ده يقدر يترجم ده في الدورة المصري ويوصل لمرحلة فوز 12 مباراة متتالية ب36 نقطة 35 هدف لم يحرص في المنواس هو هدفين بيحاول يسعى لقصر الأرقام القياسية اللي حقاها الأهلي في موسم 2002-2003